المطالب أول حاجة يرجعوني القرية أول حاجة كان طالبه كيف يرجعوني هل تكون سعيد؟ نكون كتر كتر ما مقاش كالناس لا يبقاش كالناس بعد المرات كان جوج ثلاثة كان هبطل البحر كان دير كرسة كان تأمل حيث بعد المرات كان طلع الاسطح كي سحبني باقي كان بغن نطلع عليه الماكلة وقسين بالله حيث من الشهور وانت مربي واحد الحيوان كيش به لبنات في أي حاجة كان صعبا هل يتعاوني أخي خلال بأسجل وحاجة لن تقوم بالك لا يمكن أن يصبح ما الذي في قلب يتعلم تكلمت بك طريقة لا أصدقت من الصدق لماذا يتعاد المياه والعباء لتخرجهم من القفز لا يستطيع أن يخرج لهم حتى أجبني وقلت لماذا يستطيع أن يخرج لك لأنه لا يستطيع أن يقدر لأسجل لأسجل من القفز ربي لي علم بي ربي لي علم بي رأخ رجوه ممتيقش دخلت واحد قفية صغيرة باش نعطيه لهم باش يدي وقال لي رغاندرهم معك الإجراء هنقول لك وراق اللي هتطلع كانت صنم باش 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 قلت لهم الوراق اللي غادي نطلع يقول لي خسك وكالة بينك وبين السيد وانت ما حاوليش تواصل مع ذك السيد؟ النمرة دي له طافية ما حاوليش تحلب عليه هو كان عارضه في القريعة كان عارضه في القريعة بحل الكلاب بحل المشيش النمرة دي له اللي حاطة في الواتساب اللي حاطة في اليوتيوب هي اللي كانت الوسيلة بيني وبينه باش نتواصل معه مرم رمعه بتواصل معك؟ وانو حيث هو حليقي كنتمنى ان هذا السيد هذا حتى هو اذا شف يتساهل يعني يتساعد مع ساييوب باش انه يقدر يجيب لي الوكال هذا الحيوان هذا باش انه يقدر يمشيوا الامور في واحد الوضع اللي هو قانوني وكنتمنى ايضا تدخل استثنائي باش الناس يتواصلوا معه السيدة دي لك انو كيعرفوا اللي باعوا الايوب وكنتمنى وملك اخويا توفيق احنا بدورنا كيداعة ميدينا فهم كنسان دوصونا على المحتوى وما ما غديش نبغيوك انك تتحطمو مغنبغوكش انك تهرس يعني غنبغوك انك تزيد القدام وتزيدنا على المحتوى اللي ما يكونش كي يشكل واحد الخطر عليك يكون محتوى نقي كي يكون مزيان انت بديتي فعلا بوحد المحتوى في اللي هو اللي شوية خطر ولكن اليوم عرفت بلي ان ذاكش مختامش وقد بديتك تقدف المحتوى شوية بشوية وليتي مغامرات هادش سباحة سباحة تعلمتها الراسي سباحة عمار ما كان عندي شي مدريب طلعت راسي براسي والحمد لله كو كان عندي شي مدريب من قدر نوصل نفوك شر من ايش هذه الملاحظة كانت منه لك التوفيق ان شاء الله يكون الخير اتمنى ان تسمعوش خبار الخير عما قريب شكرا لكم مستمعين الكرام الى اللقاء شكرا